موسيقى وكنا بعدين بعد ما نخسر كنا نتمنى لو أننا نحن دخلنا دورات أو تعلمنا فالجميل أن شفنا ورشة كيف ورشة تعمل كيف تبدأ مشروعك الخاص ولي نظمتها والجهة المنظمة كانت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة رح نعرف تفاصيل أكثر معنا هنا في الاستوديو عن هذه الورشة الأستاذ السلطان جميع الهنداسي نابل مدير العام لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم يوم مرحبا ونشكركم على هذه الاستضافة هذا واجبنا السلطان أنا ذكرت أننا الشباب وأنا من بينهم بعد فتحنا مشاريع ونخسرها وكان اللعيب في أننا استصغرنا الدورات التي تقام أو قلنا الدورات ما منها فايدة وبعدين حتى لو أنت فتحت مشروع ثاني وثلاث ونجحت فيه ترجع لهذه الدورات تتعلم أن هذه الدورة تعلمت منها ما لا تعلمت إلا خلال ثلاث سنوات أربع سنوات المشاريع التي فتحتها صحي طبعا من ضمن أهداف الغرفة هي نشر الثقافة الاقتصادية في المجتمع والثقافة بين الرواد الأعمال والشباب نعم الأعمال الخاصة هي أعمال مهمة جدا لانطلاق من خلالها إلى الأسواق صحيح بدون المعرفة بدون الثقافة العلمية بدون التخطيط بدون معرفة دراسة الجدوى هذه تكون كلها أسباب وعقبات لرواد الأعمال ويؤدي ذلك إلى عدم نجاح المشروع صحيح الغرفة اليوم تنظم عديد من البرامج نعم من ضمن هذه البرامج التي نظمتها إلى الأسبوع اليطاف كيف تبدأ مشروعك الخاص لابد لكي تبدأ مشروعك الخاص لابد أن تخطط تقطيط استراتيجي لعملك لازم تتفكر المشروع ماليا تفكر له أهدافه كيف إدارته كل هذه الجوانب لابد أن تتعلمها أستاذ سلطاني نحن دوماً الآن صارت المشاريع شيء مهم أو شيء إجباري عند الشخص أنه لا يعتمد على مصدر رزق واحد الوظيفة الرئيسية لا الآن الحمد لله الدولة عندنا صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع وعندنا صناديق ثاني وحتى أنتم عندكم في غرفة تجارة وصناعة أكثر من المبادرة لدعم المشاريع ففي مشكلة عند الشباب وين المشكلة؟ اليوم الدورة اللي حطيتوها هل كان فيها أقبال؟ هل شفتوا أقبال الناس موجودة؟ لأننا نشوف الدورات هذه جداً مهمة لأي واحد حتى لو كان عندها مشروع حتى اللي فاتح مشروع الحمد لله بنسبة لهذا النوع من البرامج فيه أقبال كبير على البرامج هذه والتحديداً البرامج الأخير اللي لاحظنا أن العينات الموجودة كانت عينات مهتمة وهذا الهدف مهتمة لدخول قطاع الأعمال الخاصة فهذا العينة اللي حنا نركز عليها واللي نبحث عنها نعم أحياناً بعض البرامج والدورات التدريبة يوصل عددهم إلى أكثر من 150 شخص ما شاء الله لكن المهتمين بشكل ملحوظ يكاد يكون النص أو الربع لكن بعد هذه نسبة جيدة أنا أشوف وهذا اهتمام يعني من الشباب بالإقبال على البرامج المشاريع اللي أنتوا تقدمونها أو الدورات عفون اللي أنتوا تقدمونها هل في دورات خاصة لأصحاب المشاريع اللي مثلاً عندهم مشاريع هم موجودين وفي دورات ثانية اللي هي مثلاً للناس اللي مقبلين على بداية المشاريع في من نوعين نعم نحن ننظم كل أنواع نعم أول شيء تحفيز لتحفيز الشباب على دخول مشاريع تعليم كيف يبدأ مشروعه كيف يدير مشروعه كيف ينجح مشروعه والأهم كيف يسوق مشروعه تعم هاي كلها نقاط موجودة كيف يبدأ كيف يشرف كيف يطور كيف يسوق هاي حتى خبرات تصويق وغيرهم يحطونها من الركاز الأساسية في بداية أي مشروع وين اليوم المشكلة وين عدنا أستاذ سلطان أنت صاحب خبرة نحن سعيدين متواجدك أغلب المشاريع الشباب اللي يبطلونها ويفتحونها ما يقعدون ما يشرفون عليها هاي تعتبر نقطة يقول لك مثلا أنا مشغول في أيام الأسبوع أنا بس أبأي اليومين أو يوم أشرف عليه هاي نقطة تؤثر ولا ممكن يتغلبون عليها أنت ما شاء الله عليك حطيت إيدك على الجرح فعلا شبابنا اليوم عندهم أفكار وعندهم مشاريع ويبدو خطوة جيدة لكن المشروع إذا ما كان لمتابعة ومتابعة مباشرة من صاحب العمل نفسه هذا ما تنتظر منه نجاح الشباب اللي تابعوا عمالهم وبشكل يومي هذا الحمد لله رب العالمين أصبحوا الآن من المشاريع المهمة في السوق والمهمة على مستوى التجاري والصناعي وصار منهم منافسين حتى لمنتجات دولية هم منافسين منها يقول لك حتى المثل إيدك على مالك ولا عشرة من عمالك أو شيء شيء من هذا القبيل لأن المبلغ اللي أنت تشرف عليه مثلا لني يتخلك وش مثل العامل اللي بس يستلم راتبه آخر الشهر فالحرصك وتطويرك هو اللي يزيد صحي لأن تواجد الشخص في مشروعة في أي لحظة من اللحظات شاهد أي إخفاق يقدر يعاجه أي ثغرة سكرها لكن إذا كان هو بعيد عن المشروع طبعا ما يقدر يكتشف هذه الأخطاء وما يقدر يكتشف وين الخلل معه هذه نقطة جدا مهمة يعني أيضا المراقبة المالية أو بالتحديد الإدارة المالية معظم شباب عندهم إدارة بس إدارة مالية ما عندهم ما عندهم هذا لا بد يكون موجود في أي منشأة في أي متأتجارية المراقبة المالية تكلمنا عنها كيف يعني تكون المراقبة المالية أنا أعطيك مثال لو أنا عندي مشروع مثلا مثلا أنا ما عندي هذا المشروع أنا كلك مثلا مثلا سلطان عندي مثلا مشروع محل كارك أو مثلا المشاريع الصغيرة أنا لو عندي هذا المشروع أنا ممكن أشرف ممكن أشوف بس الرقابة المالية تكون شوية صعبة أو كيف ممكن أنا أسوي رقابة مالية لبعض المشاريع الصغيرة مش حرصاً أو أنا سكرت على المشاريع بيع الشاي وغيرها لا أكثر في مشاريع صغيرة تحس أنها صعبة أن أنت تشرف عليها مالياً أو تحطي فيها كنترول مالي في هذا المشاريع له ما في هذه الأيام وخاصة الحمد لله مع أن تجار التكنولوجيا والتقدم العلمي ما صار فيه أي مشكلة للرقابة المالية بالنسبة مثل ما تفضلت الشاي الكارك أنت ممكن تحسب الإقلاسات بس لا بد يكون عندك حساب مالي في البنك لا بد يكون فيه إداعات يومية فهذا يكون يوم بيوم أنت تتابع في أي خلل المبعايات عندك اختلف فيها عدد الإقلاسات على سبيل المثال معناته فيه خلل في التوريق تكون فيه برمجة مالية أن الشخص يتابع من خلاله كيف تشوف مشاريع الشباب الحين بما أننا مثلاً في دولة المرات عدنا الحمد لله كل من مختلف الجنسات يبدأ مشاريع كيف تشوف الشباب الوطني تخولهم في هذا المشاريع واستمراريتهم الأقبال كبير ولكن نحن نتأمل أن تكون الإقبال مع الاهتمام الشخصي أهم شيء يكون الشخص لا بد يكون متحمس عنده الرغبة في دخول عالم التجارة والصناعة عنده الرغبة الملحة عنده القدرة المالية عنده التخطيط عنده الجانب الإبداع والابتكار هذا الجوانب كلها مهمة لتكامل العمل ولنجاح المؤسسة إذا غاب شيء من هذا ممكن يكون فيه خلل ممكن الخلل يسبب إلى بعض العقبات نعم فهذه الاستمرارية مهمة دوما نحن الأسف نشوف أغلب مشاريع جميلة وراحة تفتح لا تكمل السنة إلا بندة لأنه لا يوجد تخطيط عدم وجود التخطيط الصحيح وعدم وضع أهداف معينة وين يوصل هذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد ما عندها الرؤية ما عند الأهداف أكيد أنت طبعا إذا فكرنا فيه يعتمد على نوع النشاط لكن إذا فكرنا على المنافسة أهم شيء حتى المنافسة أي مشروع ناجح ما فيه مشروع فاشر أي مشروع ناجح بس يحتاج المتابعة أنت على أساس النجاح لازم تعرف من المنافسين اللي معاك كيف تنافسهم كيف تدخل معهم السوق كيف تبدأ شيء جديد وكيف أن تتبع شيء جديد وجمهورك وغيرها نفسهم بالجودة بالسعر طبعا أنتوا في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تقدمون تسهيلات ومبادرات كثيرة ولو تكلمنا بشكل سريع عن هذه التسهيلات والمبادرات بالنسبة للتسهيلات والمبادرات للغرفة قدمت لعديد من المبادرات من ضمنها إنشاء مركز الفجيرة لدعم شارع الشباب والبرامج من ضمن برامج له برامج بداية هذا البرامج هو عبارة عن إنشاء مكاتب مجهزة بكامل التأثير الأجهزة الإلكترونية المحتاجة بالإضافة إلى وجود قاعة اجتماعات مشتركة لجميع الشباب لجميع أصحاب المشاريع هذه بشكل مجاني أيضا تم توفير مكان الاستقبال في حالة صاحب المؤسسة أو الشركة عنده ضيوف المكتب مايكافي عنده مكان الاستقبال ممتاز عنده مكان لقاعة اجتماعات تسع من ثمانية إلى عشر أشخاص في سكرتاريا موجودة على الفترة على حسب الدوام كل هذه التجهيزات أيضا الغرفة قدمت لهم عفاء لمدة خمس سنوات من رسوم غرفة تجارة وأيضا من رسوم الحكومة للحكومة الحكومة المحلية الحكومة المحلية نعم شكرا لك لسا في داهم من الوقت الأستاذ هذا مشروع نحن نقول للجمهور أنهم يروحون لموقع الأكترون لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة ممكن يشوفون تفاصيلها ويقدرون يسجلون فيها ويشوفون الشروط شكرا لك الأستاذ سلطان جميع الهندسي ناب المدير العام لغرفة تجارة صناعة الفجيرة شكرا لك العفو ومشكورين ومشكورين على الستطاف حياك الله شكرا لك يا مرحب حياك الله مشاهدين كلام راح نشوف اختتام أعمال مؤتمر شكرا للمشاهدة